ننتقل بعد كده الجزئية مهمة جدا في المنهج وهي الفرق بين فروع القانون العام وفروع القانون الخاص في الاول هنتكلم عن فروع القانون العام واللي بينقسم لقانون عام خارجي وقانون عام داخلي القانون العام الخارجي بيتمثل في القانون الدولي العام من حيث تعريفه هو القواعد القانونية المنظمة لعلاقات الدول بغيرها من الدول والمنظمات في وقت السلم والحرب في وقت السلم بيحدد أشخاص القانون الدولي وهم الدولة والمنظمات الدولية وبيحدد شروطهم وأركانهم وطريقة التمثيل الدبلوماسي وإيه هي وسائل فض المنازعات في وقت السلم بالنسبة لوقت الحرب بينظم العلاقات بين المتحربين بوضع القاعدة المنظمة لحالة الحرب من حيث إعلانها والأسلحة المستخدمة وإزاي هنعامل الأسرة في حالة الحرب بيوضح برضو علاقات الدول بالمنظمات الدولية زي منظمة الأمم المتحدة طيب إيه هي مصادر القانون الدولي؟ القانون الدولي لثلاث مصادر هو العرف والمعاهدات والمبادئ القانونية العامة التي أقرتها الدول السؤال الأهم هنا هل تعد قواعد ذلك القانون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح؟ بمعنى إن القانون الدولي العام ده القواعد القانونية بتاعته هل هي يتوفر فيها خصائص القاعدة القانونية زي ما شرحنا في خصائص القاعدة القانونية بالمعنى الصحيح؟ ولا لا؟ ببساطة ممكن نقول إن هي ما بيتوفرش فيها خصائص القاعدة القانونية لان احنا قلنا من خصائص القاعدة القانونية خصيصة مهمة جدا وهي خصيصة الجزاء طيب هنا انا كدولة لما خالف قواعد القانوني الدولي ده هل هي ترطب علي جزاء والاجابة طبعا لا وده كان الرأي الاول اما الرأي التاني وهو الرأي الراجح قالك ان هي تعد قواعد قانونية من حيث ان التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون بل يوجد العرف والجزاء موجود من خلال قرارات مجلس الامن ومبدأ المعاملة بالمثل وعشان تقدر تفهمه مبدأ المعاملة بالمثل انا باجي في دولة زي مصر اقول ان هعين المواطن السعودي عندي في الوظائف العامة بشرط ان السعودية تعين المواطن المصري عندها في الوظائف العامة ده مبدأ المعاملة بالمثل وده كده القانون العام الخارجي بالفرع بتاعه اللي هو القانون الدولي العام بالنسبة للقانون العام الداخلي واللي بينقسم القانون دستوري وقانون اداري وقانون مالي وقانون جنائي القانون الدستوري هو القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها وبالأفراد وتبين الحقوق والحريات للأفراد وهنا نفس السؤال اللي طرحنا في القانون الدولي العام هل هنا تتوفر في قواعده صفة القانون؟ الرأي الأول قالك أنه ليس بقانون لعدم وجود جزاء يطبق على الدولة في حالة مخالفة قواعد القانون الدستوري يعني بيقولك أن الدستور ده هو أعلى قانون في البلد لما الدولة تخالفه من اللي هيحسبها مفيش لأنه هو أعلى قانون وده مش الرأي الراجح أما الرأي الراجح بيقولك أنه بيعد قانون فالدولة هي اللي بتضع القانون ده وبتكون خاضعة عليه بالتبعية ولو خالفت أحد السلطات القانون ده بتردها سلطة تانية يعني ايه كلام ده؟ عندنا ثلاث سلطات سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية لو السلطة التنفيذية خالفت شيء معين السلطة التشريعية بتردها وهكذا ده المقصود بكلامهم وأخر حاجة بيقولك أن الشعب هو مصدر السلطات دي وهو كفيل أنه يقدر يرد الدولة في حالة خروجها عن القانون لأنه ممكن تحصل حاجة زي أن تندلع صورة بعد كده القانون الإداري قالك هو القواعد التي تحكم تكوين السلطة التنفيذية وتبين كيفية أدائها لوظيفتها موضوعه قالك وبيبين أنواع المرافق والخدمات بيبين علاقة الحكومة بالإدارات المركزية والفرعية بيبين علاقات الدولة بموظفيها والركابة القضائية على عمل الدولة وبعد كده القانون المالي القانون المالي قالك أنه بيبين القواعد التي تحكم مالية الدولة من حيث بيان الموارد المختلفة زي الكروض وغيره كيفية تحصلها وإنفقها قواعد تحضير الميزانية السنوية للدولة وتنفيذها والركابة على ذلك التنفيذ ننتقل بعد كده للقانون الجنائي القانون الجنائي بينقسم إلى فرعين أول حاجة هو قانون العقوبات تاني حاجة قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات هو القواعد التي تحدد الجرائم وعقوبتها بيحدد لك انك لما هتاخد الالم ده انت كده عملت فعل مؤسم وهو جريمة وعقوبته هتكون 3 سنين سجد قانون الاجراءات الجنائية بيتضمن قواعد شكلية بتوضح اجراءات عقب المتهم كيفية محاكمته وكيفية تنفيذ العقاب ببساطة قانون الاجراءات الجنائية هو بيقول لك الكواعد الشكلية انت سرقت الالم ده انا هقول لك بقى ازاي تقبض عليه ازاي تفتشه ايه هي اجراءات محاكمته وازاي هننفذ العقوبة عليه وبعد كده اسمه البعض الى قانون جنائي عام وقانون جنائي خاص القانون الجنائي العام قالك انه هو بيوضح الجرائم وانواعها والاركان العامة فيها القانون الجنائي الخاص قالك انه هو بيوضح اركان كل جريمة على حد زي القاتل والسرقة والراجح انه من القانون العام الداخلي بعد كده ننتقل لفروع القانون الخاص القانون الخاص لعدة فروع اولها واهمها هو القانون المدني بيقولك ان القانون المدني في البداية كان هو الفرع الوحيد المنظم للعلاقات القانونية في مجال القانون الخاص وبعد كده نشأ القانون التجاري والقانون البحري وغيره من الانظمة القانونية ولكن هو قالك حاليا اقتصر قواعد القانون المدني المصري الجديد على مسائل الاحوال العينية بعد كده قانون المرافعات المدنية والتجارية قالك ان هو بينظم السلطات القضائية تشكيل المحاكم تعيين القضاء عزلهم بيحدد القواعد الشكلية الخاصة بإجراءات التقاضي لرفع الدعوة وبيعتبر من القواعد المختلطة حيث أن قواعد تنظيم السلطة القضائية تعد من القانون العام والقواعد الشكلية لإجراءات التقاضي تعد من القانون الخاص وعشان كده بيعتبر من القواعد المختلطة ننتقل بعد كده للقانون التجاري القانون التجاري في كلام كتير جدا ومحتاج تركيز ولكن أهم نقطتين في القانون التجاري تحفظهم أن القانون التجاري قايم على السرعة والاقتمان لازم تكون المعاملات فيه سريعة ويكون في اقتمان يكون في ضمان للتاجر اللي بيشتغل نشرح لك باقي ايه هو القانون التجاري القانون التجاري قالك انه بينظم العلاقة بين التجار والاعمال التجارية بيوضح شروط اكتساب صفات التاجر وانواع الشركات التجارية وبيتناول افلاس التاجر وبيلبي متطلبات السرعة والاقتمان السرعة والاقتمان دول اهم نقطتين في القانون التجاري وبعد كده بيوضح اهمية السرعة في النشاط التجاري وبيقول لك حرية الإثبات في المعاملات التجارية وبيضرب لك مثال أن في القانون التجاري الإثبات بكفة الطرق على عكس القانون المدني اللي الإثبات فيه لازم يكون بالكتابة لو زادت قيمة التصرف ده عن مبلغ معين بعد كده بيقول لك تسهيل تدور الحقوق في المدني بيقول لك لابد من قبول المدين بحوالة الحق أو إعلانه بها في التجاري لا يلزم ذلك تيسير إجراءات تنفيذ الرهن بيقول لك في المدني للتنفيذ على الشيء المرهون يلزم وجود حكم أو سند رسمي في التجاري بيقول لك يتم التنفيذ بناء على عريض أهمية الاقتمام في القانون التجاري قال لك أن المدينين في القانون التجاري كلهم متضامنين في المعاملة التجارية على عكس القانون المدني عدم جواز إعطاء المدين نظرها ميسر في القانون المدني قال لك يجوز إعطاء أجل السداد في القانون التجاري قال لك لا يجوز لحماية الاقتمان تلخيصا للكلام ده كله القانون التجاري أهم حاجتين بيقوم عليهم هي السرعة والاقتمان بعد كده ننتقل للقانون البحري من حيث تعرفه قالك هي القواعد المنظمة للتجارة البحري بيهتم بالسفينة بينظم العقود الواردة على السفينة زي بيعها وبينظم الحقوق الواردة عليها زي عقود النقل البحري وعقود العمل وقواعد التصادم والتأمين البحري خمس قانون معانا من فروع القانون الخاص هو قانون العمل والتأمينات الاجتماعية القانون ده في مضمونه بين العامل والمؤجر وصاحب العمل موضوعاته ينظم عقد العمل الفردي وعقد العمل تحت الاختبار بيوضح التزامات العمل وصاحب العمل الأجازات وتنظيم وقت العمل أسباب انتهاء عقد العمل إلى آخره أي شيء تخص عقد العمل آخر حاجة بينظم نقابات العمال وبينتمي إلى فروع القانون الخاص ويعد مستقلا عن القانون المدني سادس فاريا معنا وهو القانون الدولي الخاص بيحدد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر انه زعب بشأن علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي فيها والعلاقة القانونية هنا بتضمن ثلاث عناصر أول حاجة المصدر اللي هو العقد تاني حاجة أشخاص العلاقة زي طرف العقد تالت حاجة موضوع العلاقة وهو مكان وجود إشهي ما فهمتش حاجة نضرب مثال لو واحد مصري اشترى عقار في فرنسا بالشراكة مع واحد سعودي وحصل خلاف بينهم أنهي قانون ينظم هل القانون المصري هل القانون الفرنسي هل القانون السعودي القانون الدولي الخاص ده وظفته بيقولك أنهي قانون واجب التطبيق وأنهي محكمة مختصة بالعلاقة أو النزاع ده وآخر حاجة قالك أن القانون الدولي الخاص ده يعتبر من القوانين المختلط سبع فرع معنا والأخير هو بيقولك أنهي فرع أخرى للقانون الخاص القانون الجوي والقانون الزراعي شكرا